تعريب جيش العاصفة الحلقة 139 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثقر مصدر ومرجع المعلومات جيش العاصفة منظمة شبع استرية لعبت دورا عائسيا في تنامي نفوذ الحزب النازي الألماني في مطلع الثلاثينيات استيست في العام 1921 ميلادي وعيدت أنظمها في العام 1930 ميلادي بقيادة أنس تروهام وبلغ عدد أعضوها في العام 1933 ميلادي نحو مليوني عضو أي حوالي ضعف عدد الجيش الألماني وكانت المنظمة تعرف أيضا باسم القمصان البنية ومشتلة من مجموعات شريسة لعبت دورا في تصفية ومذايقة خصوم النازيين السياسيين وفي حزيران يونيو 1934 ميلادي استخدم هيتلر إنساط الدفاع SS لإعدام روهم وعدد تابير من أعضاء المنظمة لوضحت لتنامي نفوذهم وطموحاتهم ولإرضاء ضباط الجيش الألماني واستمرت المنظمة في ظل الرايخ الثالث إلى أن دورها أصبح منذ ذات التاريخ ثانويا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد تما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد